السؤال اللي بيسألوا كل المصريين وانا متعودة نمكن من اكتر مزعين اللي عملوا لقاءات مع حضرتك وانا عارف ان حضرتك دايما بتتكلم بشكل واضح وصريح ومفتوح سؤال اللي كل المصريين بيسألوا طيب دلوقتي اذا حدث المالء الثاني ما هو الضرر الليزي سياقه على مصر ايه هي الاضرار لانه هما الناس دول بيكرروا بقالهم كذا شهر وانحنا عارفين انه الفيضان شهر ستة شهر سبع يعني خلاص احنا قريبين من المالء الثاني الناس دي لو عاملت المالء الثاني ما هو الضرر الليزي سياقع على مصر والمصريين هو سؤال هو الدولة حطت ايدها كده واستنت لما يحصل ضرر الدولة مش هتستنى لما يحصل ضرر